السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوات أخواتي كديري لبس عليكم بأخير هاني ينكركم زيانيا أتمنىكم قاعد تكونوا بأخير وعلى آخر فينما كنتم تشاهدوا الفيديو مرحبا بكم معي فيديو جديد فيديو دي اليوم ما جيت إن شاء الله غضي نتقاس معكم طريقة ديلة تخلع أو ترقيد الفلفل البلديك ما كتلاحظوا معي واحد طريقة بسيطة يمكن لكم يقعد معكم يعني كتر من سانة كيبقى كيف مهواء وكيجي رائع ما كيصرالوا حتى شي حاجة يعني ما كييرشون ما كيصرالوا حتى شي حاجة بطريقة اللي بسيطة فنتمنى أنه يعجبكم يعجبكم فيديو دي اليوم كيف مالعادة قبل ما نبدو الفيديو دينا منسوش الصلاة على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كذلك أخواتي ما تنسوش أنتم تتفرجوا في هذا الفيديو ما تنسوش اليوم بوحد اللايك على الفيديو وكذلك تتبعوهم الأول حتى للآخر بس شوفوا معي الطريقة ديال هذي الفلفلة فبسم الله على بركة الله نبدو الفيديو ديالنا كيف مما كتلاحظو هنا عندي واحد شبكة فيها الفلفل البلدي وما أنا أخذيت هذي الكمية هذي كل واحد يدير الكمية اللي كتناسبو بطبع الحال عندي الفلفلة ديالي مغسولة وكيف مما كنا نعرفو كلنا هذا هو الوقت ديال هذي الفلفلة هذي يعني فلفلة بلدية هذي هو الوقت ديال نستغل له هذي الوقت ونخلعونا هكا صراحة في المشتك تجي زوينة هكا مع القطاني مع مريقا بزاف ديال حويش كتجي هذي الفلفلة هذي ضغزالة بزاف وكما قبلكم يمكن لها تقلس معاكم كتر من سنة يعني ما كيصرالها حتى شي حاجة كتبقى كيف مهي يعني صحيحة ما كيصرالها حتى شي حاجة صفي هنا بالنسبة لطريقة كيف مكتلاح دمعي كناخد الفلفلة ديالي وكنحيد لها ذك ذك الرويز هنتو ما بش ما كيبقاش ذك الرويز طويل بتزاف وكننقيها وكنحلها بحلاكة تقريبا كنحل نص ديال الفلفلة صفي وكنديره في ذك القنينا ذك ديال الزج أو ذك القريعة ديال كونفيتور ومديروا في قريعة اللي عندكم والبواطات اللي عندكم والليلة ما عندكم شقاع ديروغي في القرعة هكا ديال ما كيف ما غادي ندير أنا في واحد القرعة على حسب مهم اللي متوفر عندكم ديرو فيه صفي هنا بالنسبة لهاد القريعة هادو كناختار ذك الفلفلة اللي كتكون طويلة وكتكون شوية بحل أغلاد شوية بش نخلي غير الرقيقة هي اللي نديرها في القرعة صفي كانبقا مستمر بحلاك كنحيد لو ذك الشاب وكنما نديرو في القرعة ديالنا بهالطريقة هادي هانتوما غادي نعمر القريعة اللي تبقاولي مهم أنا عندي ثلاثة ديال القريعة ديال رقوم فيتر كمي ديال واحد القرعة ديال الما كبيرة وعدي كذلك واحد القنينة واحدة أخرى مهم أنا هنية خلعت كمية كبيرة انتوما خلعوا الكمية اللي بغيتوا غادي نحاول اني نختار لها ذا الفلفل اللي كتكون كبيرة يعني كتكون طويلة بش كتجي هي هديك بنفس الطريقة كننقيل هاي يعني ذا الاوسخ اللي كتكون ضايرة مع الطريفات وكننقص لها يعني من ذا رويس ديال كننقص كوحد شوية وبطبيعة الحال كنحل ها في الواسط الفلفل دي نحلو حتى اللوس كيف ما كتلاحظو معايا صراحة كما قلت لكم بالنسبة للفلفل دي كتجي غزال في الماضق يعني مخلع كتجي فن صراحة وماضق اليلام تشبعوش منها كتجي التيدة ومختلفة يعني على الفلفل العادية صافية غدي نستمر على نفس طريقة كما كتلاحظو وغدي نعمر هد القنين هده لعندي وغدي نعمر اللي تبقي يعني هده الكمية دي الفلفل كلها ان شاء الله غدي نعمر ها في القريعة اللي عندي هنا بعد ما عمرت القريعة دي الكم قد تلاحظو كما تبلي عندي 3 دي القريعة دي الكم وعندي وحدة كبيرة وحد القرعة دي الخمسة يطر هده الكمية كلها اللي كانت عندي وضعت هن اول حاجة ندير الملح اخذ اي ملح دي الطيب قضيف ها صافي بنسبة الملح وحاول انكم تدير واحد الكمية زوين بحلاقة بش تصبر معكم فلفلة مجد لكم ما ترش لكم ضروري ما ادير واحد الكمية معقول من الملح ومن بعد هنا عندي الخل الخل كتستعمل وغير هد الخل هذا يعني العادي هذا اللي كيدر بعد دراهم يعني الخل العادي هو اللي كتترقد به الفلفلة دير كون صافية غدي نحل ها وغدي نوضع تقريبا القاعد القرعة القاعد القرعة وكل كيكون بالخل هن تلاحظ معايا وغدي ندير القاعد القرعة الأخرى بنص الطريقة وكذلك بقي ل واحد القرعة أخرى دي الخل غدي ندير ان شاء الله فهد القرعة دي الخمسة يتروح كمية ماء عندي كبيرة بزاف صافية كما قد لكم غدي ندير هد القرعة هدي دي الخل كلها على هد البواط اللي عندي وعندي واحد القرعة أخرى يعني دي الخل غدي ندير فهد القرعة هدي دي الماء كما قد لكم بخمسة يتروح كلها عمر بالفلفلة صراحة أنا من عشاق الفلفلة مرقدة كتعجبني بزاف خصوصا في المشتاء كتعجبني صراحة وصاف هنا غدي ندوز الماء نوضع واحد الكيمية دي الماء به الطريقة يعني كنعمر القرعة دي لنا بالماء كما كتلاحظوا ومن بعد نسد على القرعة دي وغادي نحاول أن نمخذ ها مزيان باش يتخلي دك الماء ودك الخل تدخل في الوسط دي الفلفلة موما تشوف معايا وبنسبة لكمية دي الماء غادي تنقص يعني فاش غادي نمخذ ها الكمية دي الماء اللي وضعنا غادي تنقص عن سوما حتى بنسبة الملحة القرعة الأخرى الكيمية دي الماء تنقص يعني غادي نحل وغادي نزيد فيهم الماء شوف معايا ذاك الفلفلة دي يعني كتتعمر من الداخل الكيمية دي الماء تنقص هنا غادي نزيد فيهم الماء وغادي نحرك هم المرة الثانية بنفس طريقة ومن بعد ما حرك تلاحظوا فهذه المرحلة هذي اللي هي المرحلة الاخيرة نوضع واحد الكيمية دي الزيت يعني ضروري واحد الكيمية دي الزيت كتوضع ها باش كي بقى ذاك الزيت محافظ اللي يكم على الفلفلة يعني كي بقى من الفوق محافظ على الفلفلة استعملوا زيت زيتون ولا زيت العادية مهم على حسب اللي مصفر عندكم وعلى حسب اللي اللي حبيت تديرو صفي تديرو واحد الكيمية زوينة دي الزيت أك حتى يغطي ذاك الوجه كله ومن بعد غادي نسد القرعة دي مزيان يعني غادي نسد مزيان كيف ما كتلاحظو حتى بنسبة القرعة حتى هي وضعت فيها الملحة وضعت فيها ملحة كلها وضعت فيها قرع دي الخل وكذلك الماء غادي نبخط القرعة دي بحال هك لان تبقى ملحة ولا الخل كيف تخلط مزيان مع بعدي يتو مو كل شي نصط طريق هنسو مو هذي القرعة هنسو محتي غادي نبخط ها قدام كما كتلاحظو بالنسبة ل القرعة دي ركت هزي واحد الكيمياء كبيرة مو يم كما 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 هذي صراحة هذي صراحة لدي من العام اللي فات يعني مشهر ثمانية دي العام اللي فات هذي شوف معاي رح بقي كيف ما هي بقي صحيحة وفقط بقي لغير الكمياء هذي صراحة مبقت ليش كمياء كثيرة رو دي جا قد اجيت مع كم الفيديو دي العام اللي فات وحتى الام هذي حبيت ان بابكم في قناتي وقناتي معليكم غيتشتركوا في هاو تشغلوا جارس باش بقوا تصلوا كل ما هو جديد ما غداش نطبول عليكم داب اكتر من هكا السلام عليكم مع فيديو جديد